مرحبا شباب وشابات ثلاثة ثانوية نكمل مع بعض العشر وثائق اللي بدأنا نحلهم وهنبدأ مع الوثيقة الأولى Vive les nouveaux amis يعني يحيا الأصدقاء الجدد Salut, je m'appelle Pierre أهلا أنا اسمي Pierre Je suis anglais أنا انجليزي لكنني أبيت في Nice لكن أنا بس كون في Nice وعند 16 سنة وأحبت أفضل J'adore faire du surf يعني أنا أبعشق ركوب الأمواج Je vais ou je guerrier كلمة guerrier نحن ممكن نكون مش عارفينها ولكن أنا أقولها لكم هي المحاربون يعني je guerrier يعني لعبة المحاربون طب أنا مش عارف يا أستاذ يعني إيه لعبة المحاربون دي فنحن نخمن دلوقتي أن هي احتمال تكون لعبة فيديو جيم اسمها لعبة المحاربون ولما نكمل قرية الوثيقة هنفهم بالضبط هي معناها إيه أحب أسي دي سينة أو لسي بحب برضه أن أرسم في المدرسة جادور أسي الانترنت بعشق الانترنت أيضا جشش أبحث عن أصدقاء لطفا لكي أعرف أشياء عن كل البلاد حول العالم أدرسة C عنواني هو pierresurfeypitsi.fr هذا عنوان بريد إلكتروني طيب الشخص الثاني الذي يتحدث هو جاكي بتقول bonjour je m'appelle جاكي صباح الخير أنا اسمي جاكي j'ai 15 ans عندي 15 سنة je suis suisse أنا suisse rey j'habit à Zürich أنا ساكن في Zürich j'ai une soeur de 10 ans عندي أخت عمرها 10 سنين Julia يعني اسمها Julia جاكي net.ch اكتبلي على عنوان طيب الشخص الثالث هو ليو بيقول salut moi c'est ليو أهلا أنا اسمي أو أنا ليو جاكي ايه انا بحب محاضرات او مادة الحياة والارض علوم الحياة والارض ايه الى تلفزيون سور لاناتور وبحب التقارير بتاعت التلفزيون اللي بتتكلم عن الطبيعة جيم نافيجوي سور انترنت انا بحب الاستكشاف او التصفح على الانترنت ايه شاتي وكمان الدردشة كونتاكتموا اتصلوا بيه على ليو بلوجر بوان كوم على ليو بلوجر دوت كوم يعني الاسئلة اختار جاكي ابيت جاكي بتسكن فين يا ترى او ننت ولا ازيوريخ ولا او نيس تعالوا نشوف جاكي سكن فين جاكي بتقول ان سكن في زيوريخ يبقى الاجابة اللي في النص السؤال التاني جوليا بتكون اخت اخت مين يا ترى هي اخت مين حتى بيه او لا لي او جاكي هي جاكي بتقول عن نفسها ان انا عندي اخت عندها عشر سنين اسمها جوليا ا اسمها جوليا يبقى جوليا اخت جاكي الإجابة الأخيرة السؤال الثالث Pierre aime Pierre بيحب فaire du surf ركوب الأمواج ولا فaire de la natation السباحة ولا إيكوتé de la musique تعال نشوف Pierre بيحب إيه Pierre بيقول إن أنا بعشة ركوب الأمواج إذن هي الإجابة الأولى فaire du surf السؤال الرابع leo est de nationalité يعني leo بيكون من جنسية جنسية إيه أنجليز ولا سويس ولا فرنسي طبعا leo فرنسي إجابة الأخيرة لأنه بيقول جسوي فرنسي أنا فرنسي طيب سؤال الخامس Pierre aime Pierre بيحب يحب إيه ترى le dessin الرسم ولا la natura الطبيعة ولا la lectura القراءة تعال نشوف Pierre بيحب إيه Pierre بيقول j'aime aussi dessiné ou lycée يعني أنا بحب أيضا الرسم في المدرسة يبقى الإجابة الأولى Pierre بيحب le dessin طيب السؤال السادس آه الكلمة اللي تكلمنا عليها في بدانة الوثيقة guerrier guerrier إيه لنوم الإسم ده هو إسم إيه يطر d'un garçon اسم ولد ولا d'un je اسم لعبة ولا اسم ينفية اسم بنت طبعا هو اسم لعبة لأنه بيقول ou je guerrier يعني لعبة المحاربون طبعا يبقى المحاربون ده اسم اللعبة سؤال السابع ليو أم ليو بيحب شخشيه ديزامي البحث عن أصدقاء ولا ديسيني الرسم ولا نافيجيو يسور انترنت تعال نشوف ليو بيحب ايه بيقول في السطر الأخير جام نافيجيو يسور انترنت يعني أنا بحب تصفح الانترنت يعني الإجابة الأخيرة الوثيقة الثانية العام الدراسي عند الفرنسيين العام الدراسي يبدأ في فرنسا ومواء دوكتوبر في شهر اكتوبر لبتدسسنين اللعبة والإجابة المسطنة يعني الاطفال السورين بروح المدرسي من عمر 7 سنين إلزاء عملا النكري والكتاب ويأكامت والحساب كل زانية الانترنت بيتخوله في المدرسي ويألما عبدا يتدعون بعض الآخرين في ذلك أو تدريس لغات أجنبية كما الأنغلي، الألمان، الإسبانيول، الإيطالي أو الروسي يعني مثل الإنجليزي أو الألماني، الأسباني، الإيطالي أو الروسي إلز اتود إلز ماتيماتيكة يعني هم عندهم أسادزة كثيرين Dans toutes les matières في كل المواد Dans les grandes villes Comme Marseille et Paris يعني في المدنة الكبيرة مثل مارسيلية و مثل Paris Les étudiants d'université Peuvent suivre Des conférences de littérature Et d'art يعني الطلباء في الجامعة يمكنهم يتابعون أو يحضرون أو يشاركوا في مؤتمرات للأدب والفن سؤال الأول En France, on apprend toutes les langues étrangères نتعلم كل اللغات الأجنبية دعيك معي من هذا السؤال لأن السؤال هو خبيث نقول في الوثيقة هم يدرسوا des langues étrangères لغات أجنبية مثل الإنجليزي والألماني والأسباني والإطالي أو الروسي السؤال بيقول لك كل اللغات الأجنبية طب هل الوثيقة فيها كل اللغات الأجنبية ولا فيها خمس لغات أجنبية فقط فيها خمسة فقط والخمسة دول هم مش كل اللغات الأجنبية يعني فيه لغات أجنبية كتير يبقى لما يقول لي كل اللغات الأجنبية أقول له غلط لأنه مش كل ده نحن ممكن نقول بعض اللغات الأجنبية يبقى الإجابة الأولى غلط لأنها مش كل اللغات هي بعض اللغات سؤالتين مؤتمرات الأدب والفن يعني توجد في كل مكان توجد في كل مكان لا طبعا أنها غلط لأنها مش في كل مكان هي في الجامعة فقط يعني مش في المدارس شوف الوثيقة بتقول طلبة الجامعة يمكن أن يتبع مؤتمرات الأدب والفن طبعا هي مش في كل مكان هي في الجامعة فقط السؤال الثالث العام الدراسي الفرنسي يبدأ في شهر سبتمبر برضو الإجابة غلط لأن هو في أول سطر في الوثيقة بيقول أنه بيبدأ في شهر أكتوبر السؤال الرابع الأطفال الفرنسيين بيبدأوا حياتهم الدراسية بيبدأوا من عمر ستة سنين أيها طبعا الإجابة صحيحة السؤال الخامس يعني الأطفال بيدخلوا الكوليج في الأول قبل دخولهم الليسي المدرسة السنوية طبعا إجابة صحيحة شوف الوثيقة مكتوب إيه؟ بيبدأوا بيدخلوا المدرسة ثم المدرسة السنوية طيب يبقى الإجابة كده إجابة صحيحة السؤال الأخير مارسي أو مارسيليا بتكون واحدة من أكبر المدن أو من المدن الكبرى في فرنسا طبعا الإجابة صحيحة وهي مذكورة برضو في الوثيقة نكتفي بكده في الفيديو ده وأرجع لكم إن شاء الله بوثائق أخرى لحد ما نكمل العشر وثائق ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير للفيديو علشان يوصل لكل الناس لما أنت بتعمل لايك وكومنت وشير للفيديو أنت بتدعمني أنا شخصيا بتدعم القناة إنها تنتشر وتستمر أرجوك كون سبب خير وسبب منفعة لكل الناس لغيرك من الطلبة ولي شكرا وأشوفكم في الفيديو القادم أخضح ترجمة نانسي قنقر